أهلا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سنشرح به خبراً من موقع CNN وهنا ترامب يتنبأ بأن هذا سيكون سيئاً جداً هنا يتحدث عن كورونا فيروس ويتعهد بإعادة فتح أمريكا هنا لن أشرح جميع الكلمات سأذكر فقط الكلمات التي تهمنا وسأقوم بقراءة الفقرة مأزق فضيع سيئ جداً ورطة مأزق معضلة بانديميك واباء بانديميك واباء من أجل إنقاذ الحياة والأرواح هنا جمع حياة جاءت من كلمة precede والتي تعني يأتي بعد precedented جاء بعد وان precedented غير مسبوق meltdown انهيار economic meltdown انهيار اقتصادي self-inflicted هنا نستخدم هذه الكلمة لوصف جرح أو أي شيء سيء الذي سببت به لنفسك self-inflicted فإنفلكت يعني يسبب ألماً يسبب مرضاً يسبب شيئاً سيئاً inflect وself النفس self-inflicted ذاتي التسبب فهذا الانهيار الاقتصادي ذاتي التسبب وهو غير مسبوق unprecedented self-inflicted economic meltdown peak تعني القمة أو يبلغ القمة أو يبلغ أعلى مرتبة peak in his zeal to fire up american prosperity after helping to trigger an unprecedented self-inflicted economic meltdown Trump is already losing patience weeks before the virus may peak لن أشرح كل شيء كما قلت سابقاً عليكم إن لم تفهموا أن توقفوا الفيديو وتعيدوا قراءة الفقر حتى تفهم ليس من الضروري أن تفهم مئة في المئة فالطريقة التي نتعلم بها حقنا اللغة هي استخدام الصياق والفهم عن طريقه فتعلم اللغة يشبه إلى حد كبير لعبة الأحجيات فأنت تحاول أن تجد المعنى معنى الكلمة عن طريق الصياق وبهذه الطريقة تفهم الفكرة العامة للنص ثم تنضي ليس من المهم أن تتذكر الكلمة حالياً لكنك ستصادفها مراراً وتكراراً لا تحاول الحفظ لأن عند ذلك ستتوقف وتمل استمر في القراءة اقرأ كثيراً ستصادف الكلمات مراراً وتكراراً بيئات المرات عشرات المرات عند ذلك ستثبت في ذهنك أقرأ كثيراً من المفترض أن يكون مفتوحاً بلدنا لم يبنى لي كيكون منغلقاً ومغلوقاً تحديد جدوال زمني تحديد جدوال زمني social distancing الإبتعاد الاجتماعي يعني الإبتعاد عن الناس الآخرين لتجنب المرض أو تجنب نقل العدوى للآخرين ثو تعني على الرغم من على الرغم من ثو أما كلمة rethinking فلن أشرحها فهي واضحة من رئ و think يعني إعادة التفكير We're going to get it all going again very soon he said without setting a timeline Though he previously called for rethinking the White House's guidance on social distancing next week We're going to get it all going again very soon he said without setting a timeline Though he previously called for rethinking the White House's guidance on social distancing next week Soar Soar تعني يحلق لكن فهنا نتحدث عن أعداد القتلى والمرضى من كورونا فيروس يعني ازدياد عدد المرضى والقتلى بشكل كبير Soar Past 40,000 يعني متجاوزة Past Past أكثر من متجاوزة 40,000 Attack Rate نسبة الهجوم نسبة هجوم المرض هنا Disease disease المرض Powerhouse يعني محطة توليد الطاقة فPower هي الطاقة وهوس هو منزل وهنا البناء محطة توليد الطاقة لكن المقصود في هذا النص ليس محطة توليد الطاقة لكن لأننا نتحدث عن New York المدينة financial مالي المدينة ذات القوة المالية الأكثر في الولايات المتحدة America's dominant economic and financial powerhouse يعني الولاية والمدينة أنا لا أعلم إن كانوا يتحدث عن ولاية أم مدينة فالنيويورك هي ولاية وفي نفس الوقت مدينة يعني الولاية ذات القوة الاقتصادية الأكبر في أمريكا سنقرأ الآن الفقرة بدون شرح His comments came on day when the number of confirmed cases soared past 40,000 and 100 people died in a single day. For the first time, Dr. Deborah Birx, a member of Trump's coronavirus task force, warned that the attack rate of the disease in New York, America's dominant economic and financial powerhouse was five times that of elsewhere. The president admitted Monday that certainly this is going to be very bad. والرئيس أكد أدمتد أو إعتارفا بأنه من المؤكد بأن هذا سيكون سيئا جدا الأمر سيكون ستسوء الأمور. On the deadliest day in America's struggle with the pandemic في أكثر هنا deadliest تعني الأكثر دموية لكن نستخدم عادة هذا المعنى في الأمور التي في الحروب وفي الجرائم لكن هنا مقصود اليوم الذي كانت فيه أكبر عدد من القتلى Deadliest day فقال هذا الأمر On the deadliest day in America's struggle with the pandemic في كفاح أمريكا مع الوباء In America's struggle with the pandemic لكنه جادل But he argued That if it were up to the doctors They may say let's keep it shut down Let's shut down the entire world قلبي أنه لو ترك الأمر للأطباء If it were up to If it were up to لو ترك الأمر لي If it were up to the doctors لو ترك الأمر للأطباء إن كان الأمر في مسؤولية الأطباء نقول كذلك It is up to you الأمر يرجع لك It is up to me الأمر يرجع لي أو الأمر في مسؤولية أنا If it were up to the doctors إذا كان الأمر مطلوقا للأطباء فس قد يقولون لنغلق هنا المقصود للبلد لنغلقي العالم كله They may say Let's keep it shut down Let's shut down the entire world فهو هنا على ما يبدو لا يتفق مع الأطباء الذين يريدون إخلاق البلد وإخلاق إقاف الناص عن السفر Epidemiology Epidemiology علم الأوبئة فإبديميك هو وباء Epidemiology علم الأوبئة Desperate يائس Election هو انتخاب وRe-election إعادة الانتخاب Re-election hopes الآمال بإعادة الانتخاب Trump's re-election hopes يعني هنا آمال ترامب بأن يعادة انتخابه Trump's change of emphasis زايدة A building confrontation في إدارته بين مسؤولي الصحة between public health officials ومسؤولي السياسة والاقتصاد and political and economic officials مسؤولي الصحة والاقتصاد ومسؤولي الصحة ليسؤولي الصحة لإنقاذ الاقتصاد الذي يعتبر أساسياً للحياة ولي آمال إعادة انتخاب ترامب فهؤلاء المسؤولين يريدون أن ينقذوا الاقتصاد لأنه مهم لإعادة انتخاب ترامب شكراً لكم على المتابعة ويبقى هذا الخبر طويلاً جداً أقوم بشرحه كله شرحت فقط جزءاً منه من يريد قراءة الخبر كاملاً يمكنه فقط أن يكتب هذا العنوان في كوجل وسوف يحصل على المصدر سأضع رابط المقال تحت الفيديو